اهلا بكم شخصية فريدة من نوعه لمعت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا كتار من الناس وهالانتقادات شجعتوا اكتر ليقدم رسالة فهل حالته تصنف موهبة فنية ام حالة نفسية اجتماعية عسام اهلا وسهلا فيك معي عبر اثير راديو مسايا موضوع حلقتنا اليوم عن مواقع التواصل الاجتماعي وعن الحالات النفسية يلي بتأثر عليها بداية بدي اسألك هل انت بتعاني من مشاكل نفسية تتقدم هيدا المحتوى من التمثيل لا اشأ اكيد هيدا ما اسمه مرض نفسي هيدا اسمه تمويه للناس التعباني نفسيا للناس اللي عم بتعاني من الفقر للناس انا عم قدم شي للناس التعباني نفسيا اللي عندها ملد نفسي لتضحك شوي لتموح عن حالة شوي لانه ما فينا ما فينا كل شي نضغط العالم نضغط العالم بالحياة لازم تظل العالم عندها أمل تظل تضحك تظل تنسى همومة لتشوف شي بدحكها أنا هيدا الهدف لعم برسمه للناس البسمة هل هي شبتاخدها للعالم هي حرة كل واحد هو حركي في بياخد الطريقة لأنا بمثل فيها حسب وجهة نظره كل واحد بشوف المشهد متل ما بده للناس يصطف له ايه يصطف له بالنهاية الشاش الميديا اللي توخزيني بهالكلمة مع بيكتير أمراض نفسية كل واحد بياخدها بالطريقة اللي هو بده إياها بس أنا مني وعلي لو ما بلقي حالي إنه في عالم عم تضحك في عالم عم تتجاوب معه لو ما بلقي حالي إنه أنا في متابعين في مشاهدات كنت للأسف ضبيت حالي بالبيت ووقفت الشاش الميديا بس طول ما العالم عم تتقبلني وعم تضحك لو عم بتنكت بشغلات سلبية أو إيجابية بس بالنهاية عم بتابعوني عند متابعين طب انتشر مؤخرا فيديو إباحة لقلك وفيه صخرية لموضوع الزواج شو الرسالة يلي عم تحاول توصلها من هيك موضوع أنا دايماً الموضوع المواضيع اللي بقدمها بقدمها من وراء التعليقات للعالم بتعلقها بتعلق فيها مثلاً أنا من فترة كنت لابس طاقم خطبي وقلت أنا إنه طلبت عقروس بدي عروس صارت العالم كتير إنه تعلق لشغلات سلبية باخد من السلبيات ومن الإيجابيات من تعليقات العالم وبعمل فيديوهات هلا شو هني أخدوه أنا حول بالنهاية يعني فيك تقولي كسبة فيك تقولي حقيقة فيك تخلي العالم هي تتحزز شو هي ما بقدر أنا عطيهم الجواب المضبوط بس بحب بقلهم إنه أنا من تعليقاتكم عم بعمل الفيديوهات حسب شو بدو المشاهد يعني يعني مش بدو مفاكرين أنا إنه إذا هني مثلا استفزوني قالوا مثلا أنا عني توت أو توت أو توت أنا بديي بالعكس كل ما لقي التعليقات سلبية أنا بستفز أكتر يعني أنا بحب استفز العالم أنا شغلتي استفسازة عا كوميدي طيب نسبت المشاهدة العالية يلي عندك هل بتحصل من خلالها على مبالغ نقدية؟ لا للأسف مع إنه في عالم كتير بتقل بيعلقوا بين بعض إذا بتقل التعليقات إنه هيدا اللي عم تضحكوا عليه هيدا عم بقص قص مصاري لا والله والله العظيم ولا مرة طلعت ألف ليرة من وراء الشوشي الميديا بالعكس أنا بيدفع مصاري لأجيب التياب لأجيب غراض لأجيب شغلات بعوذها بالفيديو اللي أنا بدي أعمله لا أبدا أبدا في عالم كتير محشوشة بحب أقول لها العالم المحشوشة بهيد الشيء إنه أنا ولا مرة طلعت ألف ليرة من وراء الشوشي الميديا أوكي عيسام تعرضت لكتير من الانتقادات هل الانتقادات أثرت على نفسيتك؟ لا بالنهاية بالنهاية بدي أقلك شغلة يا ما تحت السواهي في دواهي يا ما في ناس مخبية تحت تيابها أنا اللي بقلبي على سلسانة وشغلة اللي أنا بحب أعملها ولنفسي فيها ولنفسي مثلة بدي مثلة بينوا بالربي أنا بعرف حالي شو ما بيهمني حكي الناس بصراحة لا ما بيعنولي يجئزوا من اللي بعيد ينتقدوا من اللي بعيد ولكن لا أحد أقرب صوبة لا أبدا ما بتأثر ولا بتعنيلي بالعكس بتقويني وتخليني استفزن أكتر وأكتر هل بتعتبر حالك مصدر لتشهر رملاء نكد وجينان أكتر؟ هل بتعتبر حالي ممكن هل رملاء ممكن يعطينا شهرة لبعض رملاء كمان كانت مشهورة ما فينا ننكر هيدا الشي زرت الله الشهر طو هي زادت لشهر دي يعني اليوم أي فيديو بتنزله لم لا بيقولوا لي وين عصام؟ بيعلقوا عن عصام على صفحة أي فيديو أنا بنزله بيقولوا لي وين رملاء؟ يعني نحنا كملنا بعض أنا ولم لا بتكملوا بعض أما جينان أنت موهبة ايه كملنا الشهرة لبعض عرفت كيف؟ طيب على ما سيقلك مين مشهور أكتر أنا أو هي ما بعرف صراحة الناس هي اللي بتحدد بس فينا نقول كملنا شهرة بعض يعني اليوم ما بينذكر اسم رملاء إذا ما نذكر اسمي ما بينذكر اسمي إلا ما ينذكر اسم رملاء هيك بحسب التعليقات طيب عصام طيب عصام شو بتوعود متابعينك اليوم؟ كيف؟ شو بتوعود لمتابعينك اليوم من خلال برنامجة؟ هل في شي جديد بدك تقدمه؟ ايه في فيديو كليب إن شاء الله قريبا بدي ينزل أنا والفناني جينان انا عم حاول يعني هي عند موهبة الفن هي قريبة جينان قريبة ستيلة لستيلة هيفا وهبة مش لحطن حط بعض بس يعني تعريبا هيفا وهبة ما عندها صوت عندها جميل وجينان ما عندها صوت عندها شكل فنانة استعراضية أنا عم حاول ساعدها وقريبا في فيديو كليب لح ينزل ما تسيبه مسكولية وغنية إن شاء الله يا رب الله بيوفقها فيها هي نزلت غنية آه هيدا الدولار وأنا علبتها فيها وعملت دشجة يعني انتشرت بشكل مش طبيعي وإن شاء الله هالغنية إن شاء الله بديها تنتشر أوكي يعني فنانة استعراضية أو بصراحة عمي إجاني إجاني بصراحة عروضات إجاني فيلم بس أنا بصراحة بشغلي العارض لإجاني بفيلم كوميدي أنا بدي أخد مشهد كوميدي ما ورفعت إليه لأنه المبلغ كان قليل يعني أنا ما في يقول المبلغ بس أنا بشغلي عم طلع أكتر وبالعارض لإجاني بصراحة بدي أطلق شغلي لمدة شهرين أو شهرين ونص نعم فما كلمل هيك ما ورفقت عليه وما هدف انتبهي أنا ما هدف آخر هم إذا وصلت للتمثيل ولا ما وصلت أنا بنهي عم بتسلى ما أكتر ولا أقالي عيسام أنا بدأت شكرك أخدنا من وقتك وكمان منتمنى أنه بعد لقدام نعمل مقابلة تلفزيونية منوعد هاكي الجمهور وبنتشكرك إن شاء الله وبتكون بتكون مقابلة هاكي فيها مواضيع أكتر وعن السورة وكيف انشهرت بالسورة وهيك يعني أوكي شكرا لقلك موسيقى 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 موسيقى